الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين مع برنامجنا المجزات القرآنية والقرآن يلف بنا من قصة إلى قصة ثم يقف بنا الركب إلى قصة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المزمل وقد مررنا عليها ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة لحادثة ما اشتكى منه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي عندما رجع إلى خديجة يرتجف خائفا وقال زملوني زملوني فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنه وأرضاها امرأة حصيفة نعم هي كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانت امرأة ذكية فاطنة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما اشتكى قال والله لقد خفت على نفسي يعني خفت أن شي جاني روعني فقالت له خديجة رضي الله عنه وأرضاها والله لا يخزيك الله أبدا أنت فيك صفات لا ما يخزيك الله بسبب هذه الصفات الطيبة التي فيك إنك لا تكسب المعدوم وتعين الكل إنسان التعبان سادة وتكرم الضيف والله لا يخزيك الله أبدا ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عم لها كبر في السن وكان هذا يعني الرجل يكتب الإنجيل بالعبرانية يعني كان نصراني في الأصل فأتته مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا عماه لأنه أكبر منها بسن كبير فكانت تقول يا عماه مع أنه كان ابن عمها يا عماه اسمع من ابن أخيك ما يقول فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قص على ورغب النوفل ما حلث له فرغب النوفل يعني تعجب من هذا الأمر قال إن الذي أتاك وأتى موسى عليه السلام ليخرجاني من مشكات واحدة ورغب النوفل قال له ليتني أكون جدعا يعني قوي صحتي ليتني أكون جدعا حين يخرجك قومك رسول صلى الله عليه وسلم تفاجأ بهذه القضية قال ومخرجيهم يعني هذا يخرجوني على هذه القضية فقال له فقال له يعني هذا الرجل قال ما أتي أحد مثل ما أوتيت إلا أودي وفي رواية إلا عاداه قومه ولئن بقيت بإذن الله أو لئن حييت بإذن الله يعني الله طول في عمري لأنصرن كنصرا مؤزرا أنا راح أوقف معاك وأؤمن باللي تجيب فيه ها كأنه أسلم قبل الإسلام ورغب النوفل أسلم قبل الإسلام ولكن ماذا الذي حدث الذي حدث أنه فتر الوحي وتوفي ورغب النوفل طيب هذا الكلام اللي قال ورغب النوفل لها وقع نعم جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لقد رأيته لورغة بنوفل جنة أو جنتان ليش؟ لأن هذا أصلا كان يعني يكتب الإنجيل بالعبرانية وكان مؤمن بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لكنه لم يخبر بأي شيء إلا بهذه الحادثة فقال ليتني أكون جدعا حين يخرجك قومك فلا أنصرنك نصرا مؤسرا هذه الآية نزلت سورة كاملة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا رب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة أي أصحاب المقامات والسلطات وذرني والمكذبين أولي النعمة ومحلهم قليلا إن لدينا أنكانا وجحيمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة كله إيش؟ تهديد ووعيد لأولئك الكفار والمعاندين وتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم بما سيلاقي من الأذى من قومه فاصل عزيز المشاهد فنعود ونواصل عودة إليك عزيز المشاهد بعد هذا الفاصل لنرى هذه الصورة صورة المزمل حكاية عن حادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الذي أنزل عليه كما يقول سبحانه وتعالى إنا سنرطي عليك قولا ثقيلة فيهم أوامر وفيه لوازم وفيه أمور لكن بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم من الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا آه الآن تقرير بأن هناك يوم سيحشر فيه الناس ويحاسبون ومن هول هذا اليوم يشيب الولدان الولدان يعني شباب يشيبون يعني يظهر فيهم الشيب فالله سبحانه وتعالى يقول فكيف تتقون إن كفرتم أي ما الذي يمنعكم من العذاب ويحميكم من العذاب إن كفرتم بهذا القرآن فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا هذا اليوم العظيم الذي هو جزء من الإيمان بهذا القرآن كفار كان يؤمنون بوجود الله وبأنه رب السماوات وأنه رازقهم وأنه مالكم ولكن كانوا يشركون في عبادته بهذه الأصنام ولا يؤمنون باليوم الآخر من ذلك الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله ولئن سألتهم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه لا يقولن الله يعني هم معترفين بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك والمدبر لشؤون حياتهم ولكن في قضية يوم القيامة والبعث لا وقالوا إذا ضغلنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد كيف أنا إذا رحنا كما يقول يعني ذبنا في الأرض في هذه التراب صرنا عظاما ورفاتا أئنا لما بعثونا خلقا جديدا فاستنكرار منهم على أنه ليس هناك يوم قيامة وحديثنا عن هذا اليوم وبالأدلة المقنعة وأسلوب القرآن العجيب والمنطقي في إثبات يوم القيامة اكتبه بهذا القدر عزيز المشاهد وإلى حلقة قادمة بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة